في عملية سباقية ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط كميات من الأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية كما تم القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية التي أقرت بتلقيها تدريبات عسكرية على يد الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله العراقي وإليكم بيان وزارة الداخلية الصادر في هذا الشأن في عملية استباقية ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب واستكمالا لأعمال البحث والتحري للقبض على عدد من العناصر الإرهابية الخطرة تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من ضبط كميات من الأدوات التي تدخل في تصنيع العبوات المتفجرة وعدد من الأسلحة النارية وذلك بعد القبض على خمسة من العناصر الإرهابية التي كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات وأعمال إرهابية في أكثر من موقع داخل البلاد وقد قام المقبوض عليهم بتحويل منازلهم إلى مواقع لتخزين الأدوات التي تدخل في تصنيع المتفجرات بتقنيات مختلفة كما أقروا بتلقيهم تدريبات عسكرية مكثفة في معسكرات للحرس الثوري الإيراني ولكتائب حزب الله العراقي علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة للكشف عن أي أعضاء آخرين في التنظيم الإرهابي وكشف ارتباطاتهم والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وبعد أخطار النيابة العامة واتخاذ كامل الإجراءات الأمنية والقانونية المقررة انتقلت الفرق المختصة بمكافحة وإبطال المتفجرات وفرق مسرح الجريمة والمختبر الجنائي إلى هذه المواقع لإجراء المعاينات الفنية واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة بعدها باشر فريق المختبر الجنائي رفع عينات أولية من المواد التي تم ضبطها والمشتبه بكونها تدخل في تركيب المتفجرات للتأكد من ماهيتها تمهيدا لنقلها إلى مكان آمن نظرا للخطورة التدميرية لهذه المواد وكذلك خطورتها البالغة على أرواح الناس والقاطنين في المنطقة السكنية المأهولة كما قام مسرح الجريمة بتصنيف المضبوطات وتحريزها بحضور النيابة العامة ومن بين المواد المضبوطة عدد من الأسلحة النارية وأجهزة تحكم عن بعض وأجهزة اتصالات وبطاريات معدة لاستخدامها في تفجير العبوات الناسفة ولوحات إلكترونية بالإضافة إلى عدد من الهواتف وشرائح الاتصالات ومفاتيح تشغيل وأسلاك كهربائية بجانب خناجر وسكاكين مغلفة بأكياس من البوليثين وكذلك عملات نقدية متنوعة وأسفرت التحريات التي تمت مباشرتها وكذلك إفادات المقبوض عليهم في القضية عما يليه المدعو محمد عبدالجليل مهدي جاسم عبدالله مقبوض عليه ثمانية وعشرون عاما موظف بشركة خاصة وتلقى تدريبات عسكرية في إيران من بينها الرماية بالمسدس والأسلحة الأوتوماتيكية مثل كلاشنكوف والPKC واستخدام سلاح الRPG كما تلقى تدريبات على صناعة وتركيب المتفجرات واستخدام المواد المتفجرة مثل TNT وسيفور وذلك بالتنسيق مع المدعو علي أحمد الموسوي الذي كان موجودا في إيران وقدم له الدعم اللازم وعند عودة المذكور للبلاد اتفق مع آخرين على استغلال ورشة لتصليح السيارات في مدينة حمد كغطاء لعملية تخزين المواد الداخلة في المتفجرات والأسلحة حيث قاموا ببناء غرفة داخلية وعمل مخزن سري فيها لهذا الغرض كما أفاد المقبوض عليه أنه بالتنسيق مع المدعو علي الموسوي تلقى تدريبات عسكرية في العراق بنهاية عام 2013 حيث تم تدريبه على فك وتركيب سلاح الكلاشنكوف وأنواع وطرق استخدام العبوات الناسفة بالإضافة لتدريبات البوصلة والجي بي اس وكذلك تطبيقات عملية على صناعة المتفجرات كما اطلع على مقاطع فيديو لعمليات تفجير قامت بها كتائب حزب الله في العراق المدعو محمود جاسم مرهون محمد مرهون مقبوض عليه ستة وعشرون عاما موظف بشركة خاصة وقد شارك المقبوض عليه الأول في التدريبات العسكرية بإيران على يد الحرس الثوري وبالعراق على يد كتائب حزب الله العراقي المدعو جاسم منصور جاسم شملو مقبوض عليه خمسة وعشرون عاما موظف بشركة خاصة وقر باستلامه من المقبوض عليه الأول بطاريات تستخدم في صناعة العبوات الناسفة وأجهزة التحكم عن بعد وإخفائها وتخسينها في شقته بمنزل والده بمدينة حمد والاحتفاظ بها إلى حين طلبها بحسب تعليمات المقبوض عليه الأول المدعو أحمد محمد علي يوسف مقبوض عليه ثلاثة وعشرون عاما وفاد أنه ساعد المقبوض عليه الثالث في نقل البطاريات وأجهزة التحكم عن بعد وأسلاك كهربائية تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة وتخزينها في شقته مع علمه بمحتواها المدعو خليل حسن خليل إبراهيم سعيد مقبوض عليه عشرون عاما طالب وتسلم عددا من البطاريات وأجهزة التحكم عن بعد والتي تدخل في تصنيع وتفجير العبوات الناسفة المستخدمة في العمليات الأرهابية مع علمه بمحتواها وذلك من منزل المقبوض عليه الأول محمد عبد الجليل والذي طلب منه إخفاءها بمنزله لحين طلبها وتؤكد وزارة الداخلية في ختام بيانها على المضي قدما في ضبط الأوكار الأرهابية في إطار العمل المستمر على حفظ أمن الوطن كما تناشد كل من لديه معلومات حول أي نشاط مشتبه فيه بأن لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة على الرقم 8008 008 وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية